سعي سياسي مرتقب لإحداث التغييرات كبيرة في كابيناة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشمل وزارات هامة تقاتلت القوى السياسية في سبيل الحصول عليها إبان تشكيل الحكومة كرار الزياد والتفاصيل تحرك النيابي تقوده بعض الأطراف السياسية تسعى لإجراء تعديلات داخل الكابينة الوزرية لحكومة عادل عبد المهدي بقادم الأيام هذا التحرك ناتج عن قناعات معينة لدى تلك الأطراف السياسية والتي ترى بوجود تقصير واضح في عمل بعض الوزراء ولم يقدم أي أنجاز ملموس أو إشارات تدل على نواي العمل وتقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة الماضية المعلومات الأولية تشير على تجهيز أطراف سياسية أربعة أسماء بديلة لأربع وزراء في حكومة عبد المهدي وهي المرحلة الأولى من عملية إجراء التعديل الوزري حيث تتحدث المعلومات عن أن الوزراء المشمولين بالتعديل لغاية الآن هم كل من وزراء الصحة والنفط والاتصالات والكهرباء وتم تجهيز البودلاء للوزراء الحاليين كل من زامل الشاعلي ووزارة الصحة وكريم حطاب للنفط وأمير البيات للاتصالات ونافع عبد السادة للكهرباء تأتي هذه العملية من المساعة لأحداث تغيير الوزري في ظل استمرار التردي الكبير للواقع الخدمي والاقتصادي الذي تعانيها البلاد المعلومات تضيف عن أن المرحلة الثانية من التعديل الوزري ستتمثل بمخاطبة القوى الكردية بتجهيز بدل آخر عن وزير المالية فؤاد حسين كما أن التعديل قد يطال وزير النقل عبدالله العابي هذا التحرك لتغيير الوزري هو بمحط علم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي تضيف المعلومات بأنه يخضع للضغط السياسي الكبير وإلى ضرورة تأييد هذه الخطوة وفي حالة الاعتراض أو الرفض من قبل عبد المهدي سيعرض نفسه لسحب ثقة وتعويض منصبه بشخصية أخرى لرئاسة الحكومة مراقبون شددوا على همية أن يكون التغيير الوزري بعيدا عن التنافس السياسي فضلا عن بما ينسجم مع برنامج عبد المهدي الحكومي من بغداد كرر الزياد WTV